أين رجعنا على بيتنا؟ ميسر؟ هاتي لها مراد وروح يفتح الباب روح انتركود وافتح الباب بسرعة قبل ما الولد ياخد برد ماشي رايح رايح شبكون لاش كلا لقد مستعجنا؟ عاديت من حمل الصبي أعطيني أنا بحمله عنك لا خايفي فيك يلا داي ميسر لكن سمعتك لا تصريخ فوتي الولد لجوه وتعي خلينا ننزل الشناتي صرت أحسن؟ هاتي أنا بحملون أمي لا تحمل بإيدك المتصاوبة أمي لا تبلغي أنا منيح بعدين الشناتي خفاف عمي كابر مو رضياني أولى عمي توجع أمي مفاتيح السيارة إيه حبيبي لكم حطيتهم بجيبتي أمي مفاتيح لمعي تعال خد هادول كمان يلا بسرعة لحظة لحظة ديروا على الحمام ها هادول فواتي؟ أمم فورا بدي يفوت قد حمام ست مريم؟ قد حظت شكرا 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 باخذة على غرفتي انت روحا لحمام غسيل مانت فاول حميس بالليل بحبوا الكل رجعت على بيتك تعبت كثير بها الكام يوم يلا روح ارتاح انا منيح فاي تشوف الست مريم ما رح قلو عليها انا ما رح فرجيه رسالة ليش؟ هو بجميع الاحوال رح يشقه شو رح تعملي فيها؟ رح تخبيها عنه؟ والله انا عن جد صار عندي فضوله وبيدي اعرف شو عم يكتب له ابو بهالرسائل صار له سنين عم يراسله بدون ما يكله ولا يمل منه اكيد حابب يقول له شي ما هيك؟ شو بيعرفني؟ انا بدي مصلحته لهيك لازم اعرف شو عم يكتب له ايه مظبوط الاستاذ نازير زلم كتير اكابير كل ما اسأل وافتح له سيرة المصاري دغري بيسكر عالموضوع وبيقلي خلينا نربح القضية وبعدين منتفاهم مظبوط بس انا رح احسب له كل اتعب وادفع له ياهم دفع واحدة المسكين كتير عم يتكلف ويحط من جيبته بين سفرة وروحة وجية شو نحنا ما منحس يعني؟ ايه امي معك حق وقالي الاسبوع الجاي بيجوز ننزل على ازمير كمان بس شفتوا قدي شو هادي وراي خزيط اللعين ما بيخلي الواحد ينفر منه ابدا ما قلكن سيري غير نزير الا هلأ ما شفنا خيره من شره ما صار الشاي انا بجيبه انا فايت على غرفتي شوي وراجع حاسس بوجه؟ لا طيب ليش ما اشتكيتوا عليه بوقتها؟ ما انهم خايفين يعيده ويحاول يزيهم مرة تانية؟ هيك بدي فاطمة وكريم كمان رفض وقال ما رح يشتكي بجوز الطرف التاني عم يستغل مصطفى لهيك كان لازم تشتكوا عليه هنن ما بدون يفتحوا على الحال ونجابها جديدة مظبوط بس شوف اذا كريم رافض انه يشتكي عليه انا ما فيني اعمل شي اوه البراد معبه ما شاء الله بغيابك اجت السادة صبحية لهون الله يرضى عليها شو صار معك؟ انا بلجت من عنده عضو مجلس الشعب بدي افضح تدخل ومحاولته للتأثير على قاضي اللي وقف القضية تاكل معي محاشي؟ لا صحتين انا سبقتك لازم تشاركني منيح انك بلشت من عند رشوان بيك شكله خايف من شي لهيك عم يحاول انه يمنع تحقيق العدالة طول ما هنن متوترين وخايفين هالشي لصالحنا بس لازم انبعد فاطمة عن الصحافة بدنا نسكر هالقضية بدون ما تضرر البنت اكتر وشو مشان خطيبة القديم مصطفى؟ ممكن يا ازيها طلبت من القاضي انه يامن لحي ما ايه ايه كتير منيح اشتركوا في القناة